اشتركوا في القناع وبان وجه الفساد والتسويات سقط قناع الازدهار وبان وجه المشاريع الفاشلة والمشبوهة سقط قناع المصالحات وبان وجه المحاصصات سقط قناع الديمقراطية وبان وجه القمع والديكتاتورية ها هي الأقنعة تسقط واحدة تلو الأخرى وآخرها القناع الأبرز سقط قناع المقاومة وبان وجه الميليشيا الميليشيا التي حافظت على وجوه الأقنعة الميليشيا التي تأخذ البلاد والعبادة رهائن الميليشيا التي تخاطر بحياة اللبنانيين دفاعا عن ميليشيات أكبر أيها المواطن سقطت أقنعتهم حضق في وجوههم الحقيقية جيدا لا الماء عندك ولا الدواء ولا الكهرباء لا السماء ولا الدماء فحصر حصارك وضرب عدوك لمفره معشاة المساء حلقة جديدة نستضيفها الكاتبة الصحفية سناء الجاك معي أنا ميشيل الصيفي وجوزاف كريم على التنفيذ أهلا وسهلا فيك أستاذي سناء بمعشاة المساء طبعا في كتير أمور ومواضيع حياتية واجتماعية طار فينا نحكي عننا اليوم ولكن خلينا نبلش بالمشهدين الأكبر بالأسبوع اللي مضى بأربعة آب نزل اللبنانيون على الشارع بالألاف للمطالبة بالحقيقة الكاملة بملف تفجير مرفق بيروت خلال المسيرات اللي نظمت رفع الشعارات يمكننا أول مرة من وقت بيكون عند اللبنانيين الجرأة الكافية أو الإجماع على توجيه أصابع لهم على حزب الله هل برأيك انكسر حاجز الخوف عند اللبنانيين؟ أه أول شيء أكيد انكسر حاجز الخوف عند اللبنانيين؟ مش من هلأ من وقت سبتاش تشرين الأول ٢٠١١ كم بلش انكسر حاجز الخوف انفجار أربعة آب أكيد انكسر كل شيء بس بأربعة آب ٢٠١١ مش انكسر حاجز الخوف تكرست القطيعة يعني صار على هذه السلطة تروح تشوف شو بدا تعمل لأنه الناس في مكان آخر الناس عم تتصرف على أساس ما في سلطة ناطرة لا تجي انتخابات لا تنتج سلطة مؤمنة إنه هيدا الدولة المتحللة المتفككة ما إلهم عليها فيها تركين الدولة بوادي عم تشتغل بطريقة غرائبية عجائبية ما إلها طعمة ما ناطرين منها شيء وهيدا أخطر ما يمكن لسلطة يعني تتعرض له وهو أن الناس لا علاقة لها بها يعني اليوم بدأت تظهر أكتر وأكتر ممارسات المنظومة الحاكمة وممارسات حزب الله واحتمال إنه يكون إلهم إيد بهيدا الملاف كرميل هيك الناس نزلت على الشارع وحكيت بصوت عالي وجهت أصابع اللوم من أول يوم الناس وجهت أصابع اللوم من أول يوم واللي كان عبيداري ما كان عم يقدر يخبي ما يعني الاشياء اللي عم هيك تطلع ملامحها هو عبيداري حتى الناس اللي كانوا يعني ما بدون يواجهوا هيدا الخط السياسي ما بدون يواجهوا هيدا المحور كنا عم نشوف كتير منيح إنه ما بيقدر يخبوا الحقيقة يعني صحافيين استقصائيين لعبوا أدوار سيئة كتير بقصة ملف إغتيال الرئيس رفيق الحريرة وحاولوا يكرسوا كذا منحة للرأي العام بخصوص هاي الجريمة هالمرة ما قدرين يعملوا نفس الشي هالمرة بتحس يعني بتحس ليه شو السبب هول الكارثة وهول الجريمة خلتهم إنه ما يكونوا قدرين يدافعوا للآخر لا وضوح الأدلة وضوح الأدلة وضوح المواطيات مش الأدلة وضوح المواطيات يعني أنا ما فيني أقول في أدلة أنا لني قاضي ولا بعرف بالتحقيقات بس وضوح المواطيات بس وضوح المواطيات والمنطق يعني كيف ما برهم اللي عم يعمل صحافة استقصائية بموضوع المرفق بيتفاجأ بعدين ما حدا غابي باللبنان كل ما بنعرف مين مسيطر على المرافق والحدود يعني ما حدا هيكتشف الذرة ومش من هلأ هي القصة ومش من وقت إدخال النترات يعني ما بعرف هلأ بتذكر أنا عن نائب أرمني كان عم يخبرني إنه في ورطة ل ناس توفى بيون كان بيشتغل على البور حزب الله ممضيه هيدا يعني مش حزب الله حزب الله إنه ناس من محسوبين على الحزب بيشتغلوا على البور ممضيينوا على معاملات هو أرمني ما عم يعرفي أراء عربي عم يمضي لون توفى هالشخص طلع إنه اللي بدمة الدولة مبالغ مخيفة مش قادرين يعملوله أهلاته حصر قرس ياخدوا الأموال القليلة اللي عنده ترجع نواب حزب الله طي دبروا القصة ما دبروها عم بحكيكي هيدا الحكي الفين وتسعة ففيكي وهيدا النائب محسوب على هيدا المحور ففيكي تتصوري بعقلك إنه مين ممكن ما يشك إنه هاي النترات هولم هيك فاتي لهيدا الغايات نعم فواضحة القصة ما بدها يعني فيه حقيقة بدها تنزل عليها أدلتها فيه أسئلة وجهت بالمباشر بأربعة قاب لحزب الله ومن بينها هل حزب الله حول العنب الرقم 12 لمستودع متفجرات بالتواطق مع الدولة اللبنانية هل كان عم بيزود النظام السوري بالنيترات ليحولها إلى مراميل متفجرة لرمي على رأس شعبه يعني شو رأيك بهالفراضي المنطق والمعطيات اللي عم بحكي عنا بتصوب بهذه الأسئلة ما فينا يعني بس بدنا نتذكر كلنا سوا شغلي بعد انفجار بعد جريم التفجير مرفق بيروت تصار فيه انفجار بعين أنا متذكر ما حدا قدر يعرف عنه شي بأربع قاب أو بثلاثة قاب نعملت حلقة تلفزيونية نعملت أربع قاب نهار أربع قاب نعملت حلقة تلفزيونية على NTV تحديدا طلع سائق من بيت كشلي وقال أنا أخدت عبيت بنيترات أمونيوم على الجنوب على الجنوب صحيح فينا نربط انفجار أنا بكلام هذا السائق يعني كل ما عم نشتروا للتحقيق وعدل وما بعرف شو من وراء فيه كل يعني واقع موجود انه ما حدا ممكن يقدر يفوت هيدا الاشياء ويعمل هاي الاشياء إلا حدا عنده هاي السلطة اللي عنده بيها حزب الله بكل بساطة يعني طلعي اليوم الأمين العام لحزب الله يعتبر فوق المسائلة يعني ليه فيه استثناءات إذا فيه اتهامات بطورتوا بالنيترات وإذا متل ما عم نحكي أجهزة حزب الله مش إنه الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله متورط بالنيترات هيدا حزب يلبي أجندة إيرانية نعم عايز هولي يعني ما فيني بعدين إنه ما فينا نحنا نقعد نحكم على العالم ونصدر أحكام بطريقة شوي يعني ما بدي يقول سازجي بس إنه تحاملية بدون بليل هاي واحدة اتنين من عام حزب الله بدي كي يروح على المحاكم والمسائل كيف هيدا الحكي إذا غاوحد تلي عامل عنه نكتة بصير في فتوى إنه ينقتل يعني وين عم تحكي وين إحنا رايحين بعدين إنتين كان القوي واللي ماسك السلطة تحت المسائل اللي بلبنان النظام السوري شو عمل فينا الأحزاب والميليشيات كلها شو عملت فينا وين مين حسب مين يعني اليوم القوي لا يخضع للمسائلة مش اليوم في كل زمان وما كان وليوم تحديدا حزب الله غير خاضع للمسائلة بأي مضوع من المواضيع هلأ في شغلة بدي أقلك إنه مش مهم مين بيسائل مش مهم إذا بيخدوا بيعملوله إجراءات قانونية للشخص اللي مرتكب خلينا شوية نذكر المحكم الدولية اتهمت عيش أوكي صحي اتهمت شخص بالاسم ثبت عليه بأدلة المحكم إنه ارتكب شي وهلأ بملف النترات لازم يصير اتهم لشخص بعينه أو لمجموعة بعينه بالاسم مش مجهول مش حزب الله غلط والعبرة بالتطبيق باللبنان صعبة غير ما تروح على تحقيق دولي صعبة هاي واحدة هاي دي النقطة النقطة التانية إنه كل الجرائم اللي ارتكبت عفو الله عما مضى وفتنا بده ولي مانا ماك إنه مين حسب مين ما وقفت ع هالمرحلة نحن نعيش بزمن التفلط من العقاب من وقت طويل بس هلأ المرحلة العليم الفارقة فيها إنه التفلط من العقاب قضائيا ورسميا يعني عب بواجهه عدم تفلط من العقاب عدم قبول الناس اللبنانيين المتضررين أهالي الدحايا لأنه حدا يتفلط من العقاب ويقولوا هيدا قدرنا هيدا نصيبنا الله بعودنا ما بقى يقبلوا هاي يعني هاي دي النقطة الجديدة بفتكر بكل القصة اللي احنا عم نعيشها هلأ إنه الناس بدت عاقب ما بقى عم تقبل تفلط من العقاب لأنه هاي مش جريمة لشخص أخذ معه وعشرين شخص متل جريمة تغطية رفيق الحريري يعني هفزا عطا هاي دي جريمة بحق مدينة كاملة هاي دي اغتيال مدينة جريمة عن سابق تصور وتصميم لاغتيال مستقبل اللبنانيين كله بلا مبالات يعني أكيد ما كان بدهم اللي حطين ثلاثين ينفجروا هون واللي ارتكب هالجريمة مفتكر انه هو عم يضرب هدف معي ما رح توصل لهون بس صارت صارت لأنه هم يعملوا هيك هاي الخطوات بتود لأنه هول مرتكبي جريمة بحق مدينة بكامل سكانة واللبنانية فيه نيرفع دعاوة بمحاكم دولية على هذه السلطة التي تقاعصت عن ما يرتكبه القوي على اي حال بالخطاب الاخير لنصر الله هجم المحقق العدل بجريمة التفجير المرفق طريق البطار واتهمه بالتسييس بالتشويش وإلى ما هناك من اتهامات لليوم كل هالهجوم على القاضي بيطار مثل ما هجم على المحكم الدولية دي جا فيو مثل ما هجم على المحكم الدولية بس اليوم ملتقى حدا يقل له المحكم يصر ميتي سوا ما حدا قال له التحقية يصر ميتي سوا عبقلك فيه خشية ما يعني ولا حدا عم يسترجي غامر بالانحييز الأعمل المحور هي ما كنا نشوفها فيه خشية ما حتى اللي قال هالكلمة لما بيحكي اليوم يقول طبق القانون وما لازم هيكي يصير وكرامات العالم وإلى آخره ما وصلوا لمرحلة يعملوا اللي يعملوا وقت جريمة اختيار رفيق الحريري أنا كتير يعني عم تحضرني هيدا الصورة إنه قدي فيه خشية قدما اللبنانية كلهم مضررين يعني ما فيه أولى رجل سياسي يتبنى موقف حزب الله هلأ الرافض للتحقيق الدولي واللي نحن يعني إذا بنتابع خطابات حسن نصر الله بنلاقي إنه من الأول أنهم روحوا شوفوا شركات التأمين مزبوط حادث ومرة بيدوا عن الإرهاب روحوا قبضوا مساري وناموا بالبات طوها ما انطوت حتى وصل لاتهام القادة بيطار إنه هو متواطئ مع شركات التأمين هو اتهم أكتر شي إنه مسيس نعم وقالة القاضي سوان كانت بتضحك إنه بيته بالأشرفية ومتضرر هاللي اللي صار مع القادة سوان لحيرجع يصير مع القادة بيطار برأيك لحيتم إبعاده إحالته عرقلته التحدي كبير ما بفتكر رح يصير هيك رح يصير أحداث شنيعة بعد بالبلد ليغطوا على التحقيق اللي ماشي هلا الوزير السابق أشرف ريفي رد على خطاب نصر الله وقال كاد المريب أن يقول خذوني كما قال سابقا بمسألة وقالها لي بمسألة مأتل وسامعيد مش كادة قال المريب خذوني أنا بزيد على الليلة معاني الوزير أشرف ريفي قال المريب خذوني يعني اليوم في انقصام بيني اللي بيعتقد إنه لائحة النواب اللي مضوء العريضة التي قدمت لإحالة التحقيق إلى المجلس الأعلى لمحكمة الرؤسة والوزراء بأنها لائحة الشرف وفي ناس لهن تلتر باعة لبنانية بيقولوا إنه لائحة العار نص مجلس النواب بقول إنه لائحة العار في انكسام حتى واتشفنا يعني شو توقعات جلسة وما حدا قال لائحة الشرف إلا حسن نصر الله لأنه ما بده حدا يتحاكم وليه ما بده حدا يتحاكم لأنه الهيئة هيدا القصة ومتل حجار الدومينو انفوا بلشنا حدا رح يكرروا على الكل وهيدا بفتكر الخوف يعني منوقف التحقيقات من هون قبل ما توصل لمحل أبعد وأخطر لا لما بتبلش تحاسبي مسؤول بسيكي ست ساعة تحاسبي كل المسؤولين ما بدهن هيدا سابقة ما بدهن هيدا الحادسة تصير هني بيحاسبوا مسؤول إذا زعاجهم بالسياسة إذا وقفلهم شريعهم إذا تضارب خدتوا مع سراتيجيتهم بيقتلوا هيك بيحاسبوا كانوا هلا ممنوع تحاسبي مسؤول إذا حسبتي مسؤول بتحاسبي غيره 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 وبتكرر المسلح وما جرى في المرفق من اللي عبنقرأ بالنسبة للرسائل والتحذير وصولا لرئيس الحكومة هلا المستقيلة المصرف العمال اللي مع أنه حدا دلوقت مراح ما بعرف ليه مراح وصولا لرئيس الجمهوري لليوم بس شاطر يجمع مجلس الدفاع الأعلى ما قالوا لحدا بمجلس الدفاع الأعلى فوت حللي على القصة قبل ما تنفجر ما كان فاضي في مهزة اللي بالبلد فأي تحقيق مع أي مسؤول هيوصل للآخرين وذا وصل للآخرين سيأخذون المريب ونوصل لنفس النتيجة يعني شو لتوقعات بجلسة الغد بعدما تقريبا يعني كتير من الكتر أعلنت مقاطعة للجلسة وكتير من النواب المستقلين كمان المستقلين أعلنوا مقاطعة للجلسة إذا قدروا ما يخلوا النصاب يكتمل تلغى الجلسة معروفة وإذا ما ألغيت الجلسة كان في نصاب مكتمل من فلوكلور بلا طعمة وإذا عملوا هيدا يعني اليوم في إصرار برأيك إنه ينسحب الملف من إيد القادة بيطار ويتحول للمجلس العلى لمحكمة الرؤساء والوزارة هلأ هني بدون يحاولوا يستنسوا على التحقيق إذا قدروا إذا ما قدروا يعني أنا ما عملت حساباتي قبل ما إيجي لأشوف مين كيف ممكن نكتمل النصاب يعني إذا بنعمل حساباتنا فينا نحدص شوية إذا بيكتمل النصاب يعني هلأ عنا تيار المستقبل بعض الموقف طبعول ملتبس بعد ما قال إذا لا حيحضر أو ما لا حيحضر ما كان مضطر يعني هيدا هيدا الخدمات ضارة اسمها ما كان مضطر يوقف الموقف أبدا عنديك تيار المستقبل كتلة التنمية والتحرير كتلة الوفاء للمقاومة والمرضة والمرضة والقومة السورية هون بيعملوا تسعة وخمسين بدنا يعني بس بدنا نشوف حتى يعني في أهل الشهداء والمتضررين توعدوا بكرة أنه أين يبدو ينزل على الجلسة اللي حين تصادموا معهم أنا بتمنى بتمنى يمنعوهم بتمنى حتى يعني لوحوا باستعمال العنف هالمرة يعني لما بتشوفي خيو شو اسمه نون شو شديدة جونون خيو ويليام نون خيو ويليام بتقولي إيه هيدا بيشرب ضمن هو واقف إذا بدون يضيعولو حق خيو هيدا اللي ما شفتناه حتى بجريمة يعني مع الأسف بجريمة اغتيال حدير راحت كلها بالسياسة مع أنه كان في أهلية متضررين كان في أصحاب أملك متضررين ما وقفوا اللبناني يعني اللبناني كانوا نكتفوا أنه ظهر النظام السوري بعدين رجع بلشت البزار السياسة انتفق رباع وقرف وجاي وكفينا فيها ونحصد نتيجتها هلأ نعم بينما بهيدا الجريمة اللي إجت بعد سبعتا كمان هون بنعطي فضل لحركة سبعتاش تشرين الفينة وستعاش اللي إجت والهالم دي جام حضرة حالة لرفض كلها الطبقة السيسية كلها المنظومة من بعض هاي الجريمة ما بعد هاي يعني هايدي الحرق الوضع الشعبي رفض قدرة الأهالي لحتى يواجهوا ون يعني قد ما كان عددهم حتى يقدروا يواجهوا منظومة يقدروا يحققوا عليها نقاط وقلت اللي يكسر فيه قطيع بين اللبنانية وبين غلبيت الأحزاب ما بدي يقول كلها والأحزاب اللي طلعت من المنظومة بعد عندها بالانتخابات مطهر وإثبات إنه هي فعلا ما بقى العلاقة بالمنظومة لحتى يقبلوها هول الناس اللي ما بقى بدن حدا من رواسب هايدي المراحل اللي هي كلها يعني اللي فقرتون اللي قتلتون اللي عم تبيد لبنان برأيك الكتاة اللي أعلنت مقاطعة لهيد الجلسة موقفة هيك منيح ولا هي مطالبة بالأكتر اليوم لا أنا بقول لازم يسئلهم مجلس اليوم بس ما هو ما في صفاء بهايدا العمل يعني بين القوات والتيار ما في صفاء يعني القوات عندهم مواقفهم نعرفها أوكي بس تحسي في نوع من المزايدات يعني والتيار روح شوف شو صار بلو تحقيق دولة قبل ما تقولوا ورفعوا الحصانات لأنه ما قلكن علاقة ولا نائب يعني لا في قلن علاقة بمكان أو بآخر رئيس الجمهورية بكفة إنه شو هالمزايدات يعني ما كتير أنا بعطيهم بوم بوان يعني اليوم الاستقالة مطلوبة منه اللي يكونوا هن على عم بأكدولنا هلا إذا استقال الطيار وضول عشرة ما حدا مصدقش بيعملو بيكون كلمان يمكن نحكي أنا ما بصدقهم بس إنه القوات كان فيهم يعملوا أحسن كان فيهم يعملوا أحسن نعم إذا بدنا نفتح هيكا هلالين هون كنا عم نحكي بكرة إنه أهيل الشهداء وعدوا باستعمال العنف ضد النواب اللي بدون ينزلوا ويصوتوا وعلى هيدا الملف اليوم كمان صار في كتير ديبا ونهار أربعة قبل اليوم المطلوب من الثورة تكون عم تعمل كميلاسونة ثورة لا عنفية سلمية كلمان تكون عم تشكل ضغط أكبر وتسمع صوتها بطريقة أكثر أنا مو بحس مطلوب اللي تكون الثورة سلمية ولا عنفية أنا بحس الثورة مش إنه هن يكونوا عنفئيين وغير سلميين بس أنا بحس إنه الثورة بدا تتواجه بعنف إنه ما في سبع بيخلي هيدا المنظومة لمعابر بين سوريا والبنائكا ما مرقت نقطة منزين تهربت إذا عندكن هل قدر بكل مراتبة مع الجيش والكل لاخدنات أصواتهم يعني بعده مشهد إنه أخد تسلم الجيش اللبناني من شوية الراجمة نعم الشيحن اللي فيها الراجمة والأشخاص اللي كانوا عم يطلقوا صواريخها إسرائيل ويجدوا لمحلهم فأكيد رح يسمعوا الكلمة هلأ ويكفوا بنفس الطريقة ويواجهوا المتظاهرين يعني حكيت حضرتك عن حدثة شوية بالوقت اللي كان اللبنانيين بالشارع عم يطالبوا بالحقيقة الكاملة بجريم التفجير المرفأ كان فيه توتر على الجبهة الجنوبية بين إسرائيل وحزب الله هل ما حدث صار عمداً لحرف النظر عن مشهدية أربع آن ولا شد العصب عصب الشارع وخاصة الجنوب اللي بلش يتململ وللأول لللبنانية إنه نحنا يا لبنانية منحميكنا من العدو ما بقت بيها هيد الأراضي المفتوحة المناطق المفتوحة مهزلة ما بعدها مهزلة بعدين إذا بدنا نرد على ما يتواتر من خبريات لا تقترب من المعلومات عن إنه إسرائيل أصفيت ما عارفي شو أصفيت وحزب الله من أصف ما بده يردعى هيدا الأصف فبنتشوف إنه كانوا فيه تعطع مصالح غريب بينتهم يعني هيك إذا بيكتخذيها بطريقة ساخرة بس بجدية إنه إسرائيل شو بده أحسن من حزب الله ينفذ له مشاريع بالمنطقة لبنان بالأرض الفتنة المذهبية بتبرر لإسرائيل تقيام دولية يهودية إذا الشيعة والسنة ما حملين بعضهم أنا كيف تكون يانا أتحمل سنة فلسطين أو مسيحية فلسطين لا بلاهم ففيه تعطع مصالح غريب وبعدين مش بس هيك يعني حتى افتعال أزمات المعيشية زادت لا في شي مقصود إنه يا لبناني ما توقف ما تعترض روح خليك رازخ تحت هم إنك تقدر تجيب أدنى أدنى متطلبات الحياة وفوق هيدا الأمن المتفلت وبعدين كان في نغمة إسرائيل ما بقى تجيب ما بقى تبيع أنا برأيي ما بقى بيعة يعني نحنا والعدو إنه فكري فيها إنه لما بيقول المفتي الجعفر الممتاز إنه طبيض الإرهاب الصهيوني لكن من سوديل معيشتنا أي مقارنة للبناني بين طبيض الإرهاب الصهيوني وما يجري له بيخليه يقول ولا وقاتش مواقف صعب بتقولي كفرت بيخليه يكفر بي العداء لأي حدا مقابل كرامته بالحق وحقه بالعيش يعني هني لعبوا وسطه العالم لنفس تجربة منظمة التحرير الفلسطينية لما فاته الإسرائيلية عجنوب في ناس رشوا عليه وورد مش لأنهم عملة لأنهم كانوا عبيعانوا الأمرين من تجاوزات من نظمة التحرير الفلسطينية فأنتوا ليه بتكون توصلوا العالم لمرحلة مين ما كان يجي انت دبنا مع بحكة العدو الإسرائيلي مين ما كان يجي انت دبنا أحسن منكم ليه عم توصلوا العالم لمرحلة يجيبوا لنا مدير جيد ليديرها البلاد مش أنتوا ما بقى في إيمان بها طبقه يعني اليوم خوض مغامرة عسكرية جديدة نتيجة لح تكون أكتر من كارثية ومدمرة على لبنان شو مصلحة لبنان يكون عم بيقحم نفسه بهيك مغامرة ونصر الله قال كمان بخطاب الأخير أنه ما حدا يتحجج بالوضع الاقتصادي إذا إسرائيل دقت الباب بدأ تسمع الجواب أولا هذا كلام ليس ضقيق هذا الكلام ليس ضقيق نصر الله لا يكون بحرب مع إسرائيل إلا بناء على ما تطلبه أجندة المحور الإيراني وليس لأن إسرائيل اعتدت إسرائيل عم تعتد علينا كل يوم إسرائيل عم تخرق أجواءنا كل يوم إسرائيل عم تتصيد غنائمة إن كان الإيرانية ولا اللبنانية من حزب الله بسوريا كل يوم عم ترصد كل شاحنة كل قافلة أسلحة ما بيعجبها كل مواقع تخزين سلح إسرائيل تعتدي علينا كل يوم ولكن هو ولكن عندما يقوم حزب الله بأي مواجهة فعلية مش صورية مع إسرائيل يكون ذلك خدمة للأجندة الإيرانية في ظل تعسر المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران في ظل محاولة استخدام لبنان وجمهة الجنوب ورقة لحتى يحسنوا الإيراني مفاوضاتهم مع الولايات المتحدة ووضعهم مع المجتمع الدولي يعني بعد هالمنواشات اللي صارت الطرفين قالوا أنه لحيلتزموا بالتهديئة هل فعلا سيتم الالتزام بالتهديئة إلى حين أنه إيران ترجع تطلب لكن هلا في اجتماع أمريكي إسرائيلي في مسؤول أمريكي وزير الدفاع الأمريكي يمكن بإسرائيل في حدا بإسرائيل فهيدي كلها بدأت تنفس بمحل بدأت تنفجر بمحل لا ترتاح إيران أو لحتى تتحرك المفاوضات أو ليسبب أو لآخر أو لحتى الأمريكان يقدموا خطوة معا باتجاه ما هم رسمينه كله على حسابنا يعني حادثة شوية ورفض أهالي شوية أنه يكونوا عم يخدون رهائن بشرية سرعان ما حولوها لقضية عمالة وتخوين وقضية طائفية يعني كمان حادثة خلدة كمان حولوها لقضية طائفية بين أشياء والسنة ليش كل شي بلبنان جاهز أن يعلب طائفيا وإيه ما عنده المشكلة لأنه شو بدون يقولوا أكلمة قتلة وسكتنا ما تنسي أنه حزب الله أهم شي عنده ما تكسري له هيبته هو قائم على إخافة الآخرين وليس على التفاهم مع الآخرين أكبر مهرب مخدرات بالعالم بابلو اسكوبر بيقول شغلي بفيلم عاملينه عن حياته بقول إذا ما حبك الناس خليني خافوا منك حزب الله بالأول حبوا الناس هلأ بطلوا يحبوا لازم يخافوا منه ما عنده حال تاني لازم تخاف منه الناس فهذا الخاف متل ما علينا بأول حديثنا عم ينكسر تدريجيا ولما بديو يوصل على البيئة الحاضنة وينكسر حينها سنرى الويلات رح نشوف الفتك بالعالم والعزة بلش ينكسر هلأ بالمجالس الخاصة بينكسر بالمحلات اللي العقيدة منهم سيطرة كتير وغسل دماغ بينكسر العقيدة بتقوير الحزب بأماكن ما بس انه كمان انه شو هالعقيدة اللي بتخلي كل الناس يصير فيهم كربلة دايمة كربلة اللي صارت بالإمام الحسين عبتصير في كل اللبنانيين علا بمعايير هذا العصر نعم نحنا بلا ماء بلا كهرباء بلا دواء بلا حدا ينقذنا وحكامنا أعداءنا اللي هنها بيحاربونا ويقتلونا انه شو بعد بدنا انه حتى العقيدة يمكن مع الوقت إذا بيكفوا بهيد الطريقة يعني اللي عنده عقيدة سنية عشرية كتير سابتة لجهة الإمام بهيدا الخاط من خلال هيدا الإمام رح تنقلب على حزب الله لأنه ما يتعرض له اللبنانيون يشبه ما يتعرض له أي مظلوم بالعالم ويكان باللبنان ولا بالتاريخ القديم ولا بالتاريخ الجديد فما فيه نتاج ربقى بقصص دينية عم تنكسر يعني قداش بده يكون نظام العدالة مكسور بلبنان أو قد في يأس وعدم إيمان بالمحاسبة طي في ناس حسيت أنه عملية الثقر وقتل القيادة بحزب الله علي شبلة عادلة يعني قيمة بده يسير في رفض طيب هي من الشاماتة هي بسببها الشاماتة بحزب الله لأنه مكسر أنه أول مرة اللبنانيين بيشوفوا أنه في حزب قبلته حديدية عمل سبعة أيار بيقتل كل اللي ما بيعجبه مبارح بيقتل لقمان سليم ما في رأمه حدا إجا حدا قال له أنت قتلت نعمة بيقتلك وما كان قادر يرد بالطريقة المناسبة عن هدا الاعتداء العشاير هيدي طريقتهم قبل ومعد هيك طريقتهم واللي بيعايش بلبناء يعني اللي شوي بقرب من مجتمعهم بيعرف أنه التارع عندهم مقدس بلبنان بسوريا بالأردن ومما كان العشاير هيك وحزب الله بيعرف وفي ناء يعني وحتى دخلوا عشاير الفاهوم بفتكر عرب الفاهوم لحتى يعملوا وساطة وحزب الله كان بدوا الوساطة هو القتيل لم يرضى يعني حزب الله كان بدوا يلممه لأنه عارف أنه في تار بس ما تصور بعد التار وهني عم يعملوا هيدا الفولوكلور أنه طالعين بسلاح وقصص وما بعرف شو أنه استعراض قوة في غير مكانه هيعمل هاي النتيجة والعشاير ما بيقتلوا واحد بيقتلوا أكتر مع الأسف يعني مش كل العشاير بس أنا عندي حوادث بمحيطي بتقول أنه هيك بيعملوا فلا لما بيقولوا خلينا نضبط هاي ونعمل سلحة وخلصنا ما تلبوا بيتفعل الموضوع بيتطور وبوجود هالتحدي وهالاستفزاز وهاللا موبالات اه بتجي ردات الفعل هيك وهيدي مكروهة ومستنكرة واللي قبلها مكروه ومستنكر يعني يعني إمتى بدو يصير في رفض تام لسلاح من أي طرف كنحاملوا لأي سبيل في رفض تام والإيمان فقط بمنطق الدولة ومنطق اللي عنم القفلات من العقاب ولكن عقاب من قبل الدولة في رفض تام لسلاح عند اللبنانية من يريد السلاح في أيدي جماعات هم المنتفعين المواطن العادي شو بدو بس اللي بدو يتجاوز القانون اللي حقيق ما كاسب برات الدولة المؤسسات اي بدو سلاح بس الحاضر يمشي بالقانون شو بدو المواطن العادي شو بدو نحنا بنعرف ان المواطن العادي هم الاكسرية الصحة كمان اللبنانيين المنتفعين هم من الأقلية التي تخرب على هذه الاكسرية او اللي ملتزم بحزب وشايف حاله وهو مستفيد منه انا برأيه ما بقى فيه بلبدان الا نسبة قليلة قليلة ملتزمة بحزب عقائديا حتى حزب الله اذا بتوقف الرواتب ما بعرف شو بصير يعني حتى صار في بعض عن العقيدة واكتر العالم بتتجه له ما في عقيدة ما بتهتري مع الوقت ما في بعدها انت عندك خط ايران اليوم حرقين سوار قاسم سلعيماني العراق كل ما يدق الكوز بجره ايران طلعي برا السوريا بعدها ما كنونش لو ما روسيا كنا شفنا غير اشي وما حدا بيعرف شو هم بيصير في كتير خبار للي مختلط كمان او اللي بيحاول يطلع على الجو انه كتير في سوريا ايه هني بيكونوا اه يعني حتى اونتر بارانتاز مع النظام هني اللي بيكونوا عبي عبي يعملوا اه مكامل لجماعة من الحزب ويروحون او يدلوا حد عليهم مقابل مال منهم مرتاحين هالقد هونيك يعني وشفنا كم اغتيال صار وحتى صار فيه اغتيالات من لبنان هالخلفية واضح يعني واضح فبالتالي انه لا العالم ما بديه سلاح هني بدهم سلاح والعقيدة مع الوقت ايه العقيدة بدي تضلها تندعم العقيدة تندعم بالسلطة والنفوذ والمال وشوي رفعية الهاشي يعني العيش المقبول فيك بدك يعني بدك تروح تناضل وتحارب وتقاوم على القليل بدك كون مش مش مشغول بالك ابنك ازا مرت ما في حب الدوة عم بيعره اي قدرة لالتزان باي خط من كل مقوماتها يعني حكينا عن منطق التخوين والاتهام بالعمالة يوم الاحد كان فيه مناشدة من قبل البطريارك المروني مربشارة بوتروس الراعي الى الجيش بمنع اطلاق الصواريخ من لبنان وطرق الى الهدنة واحكي عن منطق السلام لانه تعبنا من الحرب وتعبنا من الدمار طبعا سرعان ما شنت عليه حرب واسعة راعة العمالة راعة الاستسلام راعة الانحياز وكل هدول التعبير شو رأيت اللي طالب فيه الراعي شي غير مشروع الرأي انه كل هيدا عن نمية ضعف حزب الله هيدا الحملة اللي فائت التصور ببذائتها وبعدم قبولها بالاخر هيدا حملة لناس خائفين هيدا مش حملة لناس قوية ويا جبال ما يهزك ريح لا هزونا الريح هو دي صاروا انا اليوم كنت بمقال بندق الوطن اسمه نمر من ورق هو اللي صاروا نمور من ورق وبفتكر رح يخافوا اكتر بعد وخوفهم بخوف لانه بس يخافوا بيأزو بس هدي مراحل انحلالهم ساهمنا ندفع التمام بلبنان واي تيكتاتورية بتزول بتخرب كتير اثناء زوالة بس هذا ما يحصل وما حدا تعز من التاريخ القريب والبعيد يعني الراعي اتعرض لحملة واسعة منذ هو طرح الحياد الايجابة او الحياد الناشط يعني اليوم هل موضوع الحياد هل قد موضوع بيخوف حزب الله تاك كل مرة بيحكي عنه الراعي بيطلعوا وبيخونوا اكيد بيخوفوا لانه حزب الله بالمحور الايراني يعني واحد زايد واحد يساوي اتنين شو يعني حياد لبنان يعني متفوتونا بحروب نحنا فعلا ما قلنا علاقة فيها هو بدو ضل يقول ان الاسرائيلي عدو وبدو يضل يقول ان لبنان ممنوع يروح لا للمحور الامريكي على الاميني ولا للمحور الاراني على الاميني ولا للمحور السعودي طيب ازا بدك تلغي المحور هول تلات محاور انا لغيت الاراني الي بدو conna خلال حزب الله طيب ما هو بيقول انه انا جندي في ولاية الفقير طيب ازا انت لغيت المحاور ارحتي عالحياد شو بيشتغل شو بيشتغل حزب الله؟ يعني بيطل في مبرر لوجوده أو؟ بسير بديو يعمل عن جد بس حزب متل كل الحزاب بديو يعزي ويهنى ويقدم خدمات وبس ويشتغل شوية بالتشريع البلاطعم اللي بيشتغلوا في مجلس نوابنا العظيم بس كلمة هيك هلقدم موضوع لحياد موضوع بخوفه؟ أكيد أي حياد بأي شي ببس ارتباطه للسيك والوسيك كونه جزء من من هو جزء من المحور الإيراني هو مظبوط جندي في ولاية الفقه هو حزب الله ليس لبنانيا اللي فيه لبناني هي بس هو ليس لبنانيا هذا حزب إيراني في لبنان بقى شخصيات لبنانية وبقى أفراد لبنانيين وبس ولا رحيتغير لأنه مورده منه على اقتصاده صار يعني هو بغزة هذا المحور ويتغزة منه فبهالصيغة كيف بده يقبل أي حياد كيف بده يقبل أي حياد بعد بكير وبعدهم قادرين يعني المطالبة اليوم للحياد هي مطالبة غير منطقية لأنه ما معقول لا بالعكس لازم كل يوم نطالب فيها لازم كل يوم نطالب فيها ونحن يعني ونحن بالمواطيات الموجودة بالبلد بنعرف أنه مش هلأ رح تخلص القصص مش إذا ظهرت مظاهرات مش إذا طلبنا برفع الحصنات مش إذا قلنا بزوال الوصاية الإيرانية والاحتلال الإيراني عن لبنان مش إذا طلبنا باستقالة عن بعض الطريق طويلة عالطول زوال الدكتاتوريات دامة على الشعوب فبعد عنا كتير عجائب وآه يعني نحن نعيش في بول دكتاتورية؟ أكيد لما بيطلع من خلف المحور الإيران لما بيطلع بيعطي أمر مهمة وإخر شي كلم تنع الحكومة هالقد عطى وزع الدنيا كلها خوّن وعطى شهادات بالوطنية وقال كيف لازم يصير التحقيق وصار قاضي وجلاد واللي بدك يه وما اتطرق للناس اللي ما عندها أكل بدور هامش دكتاتورية شو فيه أكتر من هيك دكتاتورية؟ منطق تحليل الدم كل مين بينتقت حزب الله وسلاحه بطالب لبنان وبالسيادة اللبنانية ما صار منطق خطير وخطير جدا؟ هو في منذ لكن منذ سبعة أيار الفان واثنينة هو خطير وسوق تصرف الطبقة السياسية حيال موضوع سبعة أيار وصلنا لهم الاتفاق الرباع وطولات الحوار من وقته والطبقة السياسية عم تاتي حزب الله نوقات ومكامل قوة يتحكموا فيها بالبعد انفاتيح القوة للبلد سبعة أيار لو وجهت بغير هالطريقة كما وجهت كما وجهت جريمة قطير الرئيس رفيق الحريري ما وصلنا لهون سبعة أيار لو صار فيها سياسية مدنة ورفض لما حصل وبس مظاهرات لنساء بورود بوجه حزب الله وسطوته ما كنا وصلنا لهون بس نحنا لما يعني لما هاي طبقة السياسية صارت تتنازل 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 صارت كلها تحت سيطرة حزب الله بالكامل هو بكفي بس عادة الشعوب يعني ما فيه يعني ما فيه واحد يضبط شعب هلا طبقة السياسية كلها تحت حكم حزب الله مدجنة متحكم فيها كانت محزل تنازلات اللي عملوها الأحزاب السياسية كرمال حزب الله كرمال المكاسب اللي عطوها ياهن أو الحماية اللي أمنتها إيه بالنسبة لأنهم أكيد ما حزب أكيد لكن شو بيقولون منا هلأ رفض شعبه كره شعبه ملاحظة هني ما حسبوا هيك هني حسبوا هني بياخدوا النفوذ وهمهم الله بياخد السياسية وكانوا عم يتنعموا بالنفوذ البلد وبعدهم عم يتنعموا بما تبقى من النفوذ البلد وبعدهم طمحين ليتنعموا يعني هني شكرا إذا عطل حكومة وإجت مساعدات بيصرقوا نصة بعضهم بعض المسيرة ماشي بعضهم ما بتخانعوا وزارة شؤون الاجتماعي لهم ده تجي مساعدات واحين واحين يعني ما فير أمان بعضهم بدهم يتنعموا بعضهم بيحكوك يعني لما أنا بقرأ شو بيقول جبران باسين عن الكهرباء وأسبابها وطيتون ما عطيوهم ليه ما صار شي لما بشوف مبنى شركة الكهرباء كارثة لما بشوف أنه أصحاب المولدات الكهربائية يحتاجون أكتر من كارثة يعني كنا نقول نحنا بندفع للشركة وللمولد وهلأ صار بدك وسيلة يعني في التورتين كهرباء بديك وسيلة تالتة لا تحصل على إضاءة إنه أكيد استفادوا يعني واضح إنه كتير استفادوا يعني اللي ما استفاد مباشرة بالفساد استفاد بالسلطة والنفوذ أو عنده طموح بده يعمل رئيس جمهورية بده يعمل يعني بده يحقق مكاسب بالسلطة والنفوذ بده الشيل هيدا خدني أنا أحسن منه يعني واضحة كل كل وسائلهم وبعدين يعني المنفر إنه بيجي حدا من خط سياسة معين بقدم حاله بديل بتقلو بيرجع بينقرب على ما وقفوا الناس الفت الفت من كل هيدا طبقة سياسية بكل ما فيها عن جد اللي يحترم حاله هو إنه انسحب من كلها اللعبة وعب أسس هلأ من أول وجديد لمسيرة سياسية نضيفة طاليك بشعب وطاليك فيه ليكون طيار سياسي الباقيين كلهم منفرين هل اليوم في إيمان بمجموعات المعارضة وكيف المجموعات اللي انبثقت عن ثورة 17-20 إنه يكونوا عم بقدموا بديل جدا للعالم ولسيما بالانتخابات المقبيرة لك بده وقت بس أكيد العالم بتفضل هولي المجموعات اللي بعد ما تبلوا عرض رؤيتهم وبعد ما إسي عظمهم باللعبة السياسية بمناطق معينة يعني أنا عطول بقولة أنا بتصور ببيروت وبجبل لبنان كسروان ومتن وجبال وهيد المناطق فيه مفاجعات أكيد بشدوب ما رح يكون فيه مفاجعات أنا بقول بطرابلس وعكار فيه مفاجعات ماما أقول يكون فيه خروقات؟ هون بده تصير خروقات لا بعد القبضة يعني بجنوب فيهن فيهن يخدوا سندية يعني فيهن اللي بدهم إياه هاي ما بتصير مثلا يمكن بدايرة معينة بالأشرفية فيهن فيه مواجهة لإله هلا هتصير خروقات بالمناطق اللي تلك عنا يعني ما بكبس تزر عن غير طبق السياسية صحي بس هيد الخروقات هتكون أكتر من الانتخابات السابقة وأكيد هتأسس وتعطي حافز أطولها تيجي خروقات تانية بانتخابات تانية نحن معنا إلا هالحال لأنه نحن ما معنا حدا حتى المجتمع الدولي مش مع لبنان لو المجتمع الدولي مع لبنان كنا موصلنا لهون يعني الدور اللي عم بمارسوا المجتمع الدولي عم بيكون سلبة أكتر من إيجابة من خلال التميين المجتمع الدولي بده وبده هاي طبق السياسية واضح ما كرون يعني ما قد نعم يشتغلوا معها أصلا مئة أولا من دكتاتوريات بمناطق الشر الأبسط إلا المجتمع الدولي حتى نشوف الأشياء مثل ما هي يعني كانوا لما يخاصموهم يخاصموهم إلا حد يقوه ولما يصلحوهم يغرقوهم بالنعيم يعني ما خاصموهم لدرجة يزيحوهم إلا لما خلص دورهم بكل الدكتاتوريات اللي مرأت على هيدا المجتمع على المنطقة العربية هني في مرحلة ما كان نبين أنه في أمل أنه هيدا يصير مجتمع متنور اضيوا عليها جيبولو ثورات فاتت فيها دكتاتوريات رحنا ما بقى نشوف إلا زعيم إلى الأبد كل هيدا التفاصيل من هيدا المجتمع الدولي هو اللي مساهم فيها يعني حتى العقوبات اللي وعدوا كتير الناس فيون ما اجيت وما شكل لا احتجوا يعني عم سعي أقوى الشعب لبناني يعني في زيارة مكرون تعرفي بأربعة قابة 2020 لو ما اجى مكرون عوام هذه الطبق السياسي كان في ردود فعل أقوى من العالم موظبوط يعني كان يطفوا هيدا النار اللي شوي يعني قدري يطفيا إلى حد ما النار اللي كانت في العالم يعني فيها ديك كذا معطى يعني لهلا لا في أقمار صناعية عن الحادث اللي صارت كل دول يعني إذا بدوا كانوا جابوها من اسرائيل وعطيوها للبنان إذا لبنان بيحكم العداء مع اسرائيل ما بيحكي معه ما الأقمار الصناعية كلها فوق اللبنان إنه في شي غلط صاير وعم يكفي وما بدون يفتح ولا ملفاته بس نحنا كلنا بنعرف إنه بعد عشر خمسة عشر سنة كل الدول بتفتح ملفاتها مش متل عالمنا العربي للتعييس يعني حنسمع بس المجتمع الدولي عم بيكتفي إنه يبعد شوية مساعدات من هون للبنان شوية دعم من هون فيه حسابات كبيرة يعني فيه حسابات كبيرة فيه بس اللي ما عم بيدخل بالقرارات الجدية ما بده فيه حسابات كبيرة فيه مصالح يعني برأيك مش مصلحة اسرائيل يضل العالم العربي هيك عم يتخبط وعم يضعف دولي وورا دولة نعم شو الانهيارات اللي عم تصير بكل عالمنا العربي اللي بده يوكز حاله بده يعمل صلح مع اسرائيل تطبيه للعلاقات فيه شي غريب عم بيصير ليه فمشان هيك لا المجتمع الدولي لا يعور عليه وإيران لا يعور عليها ونحنا واعين بين يعني كذا كمين لا يفتكوا بدول هذه المنطقة والشعوب تدفع الطعام ست سناء الجاك كتبت بأحدى مآلاتك بدأت الإشارات على زعزعة القبضة الحديدية للمحور الإيراني تشيب انطلاق العد تنازلي وإن بالتدريج المميت وسط جحيم تعيشه هذه الشعوب لتهاجم إن بالشتائم أو بالرصاص أو برفع شعارات تطالب بمقاومة الاحتلال الإيراني بعد تصنيفه مصدر البلاء والانهيار ولسان حالها يقول أنا الغريق فما خوفي من البلل هل بدأت فعلا قبضة النظام الإيراني تتزعزع وكيف بدأت تتزعزع لأنه هنلتق يعني هيد يعني فيه خط بياني معين فيه نشوفه بالعراق بسوريا باليمن باللبنان هيدا الخط البياني الذي يعتمد على تجويع العالم وتفقيرهم وتخويفهم وصل المحل إنه ما بنا نخاف شو هاني شو بعد فرقة معنا وهي أول ما بلشت بلشت بلعرة إذا منتذكر المظاهرات ضد الفساد المستشري لأنه في شي غريب بالتفكير اللي بيستخدموا هيدا المحور إنه بيعطوا اللي بيمشي معهم اللي بدوا إياه يعني بيخلوا يستبيح بلد بكل شي فيه ما بيحسبوا حساب إنه هول العالم اللي استبيحوا وقتلوا وقمعوا يمكن يعني ردة فعل فإيه العالم وصلت لمحل إنه ما بقى في شي كرامي ما فيه كرامي أول شي ما فيه المعتقلات تبلع العالم بلع كان بالعراق واغتيالات كان إنه إيه بلشوا واللي زكى إنه حتى بإيران نحنا عم نشاهد إنه فيه تململ ولو ما فيه هالأدقبضة حديدية كمان كانت فلتت من زمي من 2009 كانت فلتت بإيران وما كان فيه محاولات لثورة واحتشوشات بإيران ولكن طبعا عطول توشيح بالقامة فيه قبضة بس بدي إليك شغلي إنه ما هيدا إنه عطول نحنا لازم صار يعني أنا بالنسبة لإلي بعمري باللي مرأة فيه لا يعني ما بتتغير دولي إذا مش من جوه طلع التغيير المجتمع الدولي بيجي معها بعدين بس فيه إذا ما عنده بذور التغيير وحركة التغيير بلا تنبع من جوه ما حدا بيقدر يزيح نظام فيه يضلوا عم يقتل شعب وتعوا حاربوني أو إذا زيح بيصير فيه متل ما صار بالعراق كمان عسيرة المجتمع الدولي ما الولايات المتحدة كانت عم تنسق بالصغيرة واللي كبيرة هي إيران بالعراق فلأ هلأ الولايات المتحدة ما عم تنسقها الآن الولايات المتحدة تحاول الاستقالة منهم ومن المنطقة وصلتها للمحل اللي بدا توصلها إيه ما يحصل في أفغانستان اليوم أكبر دليل إيه بلش العالم اللي تحس إنه هي ما بقى خسرانة شي وما بقى في أمل إنه حدا يجي ينجدها إيه ممكن يعني هي ردة فعل بشرية طبيعية إذا واحد بيجي تتيخنق حدا ما بيجي بحط إيدي بعيونه وهي ردود فعل غريزية عند الإنسان يعني وصلوا العالم لردود الفعل الغرائزية إنه إيه ما بتمر من هون راجمة الصواريخ يعني كل واحد عنده شجرة زيتون بيفديها بروحه بدك تيجي تجيب له أصف لو مناطق مفتوحة إنه إحنا عمنا الرزقيات عن المسترزق منهم تعرف الفلاحين والرفيين إنه هيدا رزقهم بعادل روحهم إنه كيف يجي حدا يفتح مجال لو يجي صاروخ يحرق لهم رزقهم ليه مي بعود عليهم لننتقل شوي لليوميات السياسية اللبنانية وعملية تشكيل الحكومة يعني بعد ما أوحلنا الرئيس المكلف نجيب ميئاته إنه عملية التأليف لح تكون كتير هينة وسريعة وقحط لنا رئاسة الجمهورية إنه لح تكون متعينة وما لح تعرقل وصلنا اليوم للقاء سابع بين الرئيسين ويبدو يعني تجرب الرئيس ميئاته كمان يبث شوي أجواء إيجابية لأنه كانت الأجواء تتجه إلى السلبية كتير بآخر لقاءين صارو يعني شو برأيك؟ هلأ ما فينا نبصر بس بالمنطق كانت الأمور سائرة كما كانت سائرة مع مصطفى قديب وما هسعد الحريري نفس المنطق بعده موجود؟ مغيره بالعكس إذا لقوا إنه لين الرئيس ميئاته بدون يطلبه أكتر هلأ ما طالبهم عبتزيد حسب الظروف حسب ما أول شيء أول شيء أنا عندي رأيه بعد ولا هلأ أرجح من غيره إنه عندما يريد حزب الله أن تتشكل حكومة تتشكل حكومة ولكن هذه الحكومة تتشكل كمان متل ما كنا عبنحكي بما يسمح الحلفاء أن ياخدوا امتيازاتهم حصتهم من الفساد على نسبة أكبر هو لا يبقوا حلفاءه وحزب الله بدون الغطاء المسيحي يخسر كثيرا فهو بحاجة لهالغطاء المسيحي يلي بيّن عن جغارة إنه جبران بيصير بيقدر يعطيه برغم الخلافات اللي بتصير بيناتهم؟ هاي دي كلها مسرحية أنا متأكدة إنه ما في خلافات في ما يجب أن يفعله جبران بيسيل حتى يرجع يشد العصب الماروني والمسيحي حوالي بس أنا بقول ما في خلافات لأنه وقت اللي صارت قصة شوية اللي بتابع أعلام لأوتي فيب يعرف إنه ولا ممكن يكون في خلاف ود غريب الشكل يعني حاضرين يروح يقتلوا أهلي شوية كرمان حزب الله بعد شوية أعلام ممكن فما في خلافات هاي واحدة اتنين آآ 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 بده إذا بده حكومة حزب الله هلا وأنا بشك ما اتبكير لاني فاقولين إنه كلمة السير لا تزال في علم الغيب لا تزال ندى حزب الله ما كش بيش كتير يعني اليوم مش المشكلة بالحصص وحقيقة الداخلية هلا ما رحيز على الحزب الله إذا إجت حكومة فيها كل شي متل ما هو بيتمناها وتريح جبران باسيل حساب الآخرين وإذا قبل رئيس حكومة سني بكل هالتنزلات ما رح يزعل معقول يقبل لمئات يروح معون للآخر بالتنزلات؟ ما بعرف إذا بيقبل مسلا إنه يجيب سني للداخلية يسميه آآ عون يعني بيكون سني باسيل فعلا يعني بيتحايل شوي معقول كزا هيك يعني رئيس ميقات تشاطر بالتسويات تحت الطاولة آآ معقول ما بيستغرب إذا كان في أمر بتشكيل حكومة إذا إذا واصل حزب الله لمحل هلأ بده حكومة بس آآ بعد ما نبيم بوادر إنه واصل وإذا تشكلت الحكومة مع تنزلات معينة إيه ما حدا بيزعل بس هالحكومة لح تكون شو يعني؟ إذا فعلا لح تبطئ الإنهيار اللي حاصل ولا لح تكون زينة؟ لا 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 هلأ مجرد وجود حكومة بينزل الدولار مثلا مجرد وجود حكومة تدار المؤسسات لو بيحدر أدنى لأنها مؤسساتنا مشلولة يعني بيقولوك إذا بدك تجيب إخراج أو سجل عدلي ما فيه وراء يعني بوجود حكومة فيه بدهيات بتمشي فيه مساعدات تأتي فبيتحرك عجلة بس لبنان بده من جذوره من جذوره قضاء على جذور العطل اللي فيه اللي يخليه ما يرجع بلد ولا مؤسسات ولا مقومات دولة يعني كنا عم نحكي عن الانتخابات المقبلة في أمل عند الشعب اللبناني أنه المحاسبة الجدية لح تكون بالانتخابات المقبلة ولكن للأسف في حملة ممنهجة على هيدا الانتخابات أنه ما لح تحمل أي تغيير أنه الممارسات السابقة لح تضل يعني هل سلطة السلطة السلطة السياسية خائفة من نتائج الانتخابات وهل حقا ستحمل هذه الانتخابات التغيير اللي نحنا نعلم أول شيء أكيد السلطة بتضلها خائفة على مكاسبة واحدة اتنين الجو العام الشعبي في تجارب سابقة بتقول إنه ممكن يفلت من إيد الأحزاب وقلتلك وين إنه اللي اللي بكسر وين مين رح يقبل بعد كل هيدا المنظومة مين ما يجي يحسوا إنه هو واعد وفعال رح ينتخبوه واللي طلها ربح حاله أو بالمتن أو بالأشرفية لا خصوصا خصوصا ببيروت اللي تضررت من جريمة التفجير هاي واحدة اتنين يعني هاي الحرب النفسية إنه ما في شي رح يتغير وما بيقولوها إلا علام المحور وسياسية المحور والناس اللي بيطلعون المحور يعني محور حزب الله إيران عالتلفزيون لحتى يقولوا هذا الكلام من اللي مبرمجين خلصنا واحدة اتنين هذا إذا جرت انتخابات إذا على مظاهرة أربع قاب صار في رجمات الصوريخ فإذا في انتخابات ما بتعرفي شو رح يسير معقولة هتكون هالانتخابات مهددة؟ معقولة كل شي معقول بلبنان آه معقولة إنه هلا يفتعلوا مئة شغلة حتى ما تصير انتخابات إذا الأجواء بهذا الشكل إه؟ لأنه بيخسروا أكثرية بمجلس النواب بتقولي إنه العتمة والعطش والجوع والعجز عن الاستشفاء والتعليم تبقى تفاصيل صغيرة من خطة العمل هل المخطط للبنان بعد أكثر من هؤدول القصص اللي عم بتسير؟ يعني عطول بالخراب في أكثر يعني عملي لهو اللبنانيين بالعزامات المعيشية كمان مخطط بعد أكثر؟ بتذكر رحكيت مع نسيت مين هو المسؤول بس خلال الحرب الأهلية عم بقول خلاص إنه شو بعد بده يصير؟ بتذكر قال لي بعد بيصير كتير بعد بيصير إذا بديك حب الدوة ما تلاقيه بعد بيصير إذا بديك ماي ما فيه حاكم مصر في لبنان هلأ باجل جلسة المجلس الأعلى للدفاع أبلغ بالجلسة إنه ما بقدر يمول شراء المحروقات يعني نحن صلنا فترة عم نحذر من الوصول إلى العتمة الشاملة هل عن جد حين الوقت إنه نحن نكون بالعتمة الشاملة؟ نحن بعتمة بس إنه ما بتوصل للعتمة الشاملة لأنه بيستوردوا لمازوت على أسعار من دون دعم واللي بيقدر يدفع بيدفع نعم سياطة شوف الفوضى الأمنية اللي بده تصير شوف الفوضى الشعبية شوف الناس اللي بيحتاجوا على البنايات المضوية اللي فيها مازوت تسرق لمازوتاتها أو تحرقها شوفي ساتة شوفي لأنه الفقير بروح بيتكب اللي بيقدر يتكب فيه ما بروح بيتكب بسبب مأسيته مع الأسف المحتاج والفقير بدي يروح يتكب اللي بيقدر فيش خلقه باللي بيقدر يتكب فيه أو بروح يعني إذا بده يأمن حاجته بيأمنها من أقرب حدا لإله ما بروح بيأمنها من المسؤولة عم تجويعه فشوفي شو راح يصير وهي هو لسا يخطات من خطات أمنية كبيرة عم تصير عم تصير يعني لما يموت ثلاثة بنهار واحد عم حطات بنزين عم تصير نحنا ما خلصنا نحنا فيها عم تصير ما بتعرفش عم يصير سرقات أنا برأي ما بتعرفش عم يصير جرائم على اسمي بتيفها غير غير إنه كل واحد مثل ما حكينا على حوادس خلدي إنه كل واحد هلا بقل لك الوقت مناسب لأعمل أنا اللي بدي إياه إنه ليه ما بده تصير عم تصير ومهما علت وسائل القمع بالقتل والاعتقال والتجويع لابد أن تنقل بالساحات على قاتلها حتى تستعيد بعضا من إمكانية الحياة اليوم كيف فينا نتوجه لشعب اللبناني اللي عم يعاني كل اللي عم يعانيه من أزمات يومية ونطلب منه الصمود التنظيم كلمال يوصل لمرحلة المحاسبة وينفتح المجال لبناء لبنان جديد كلنا منطمح إليه لكن ما فيك تطلب من قتيل إنه هو من واحد مدبوح إنه هو يعمل كل هيدا الشغلات بس فيك تقليلهم جاي انتخابات ما تبيع صوتك ما تلحق طيفتك ما تلحق زعيمك بس جبورون يعملوا انتخابات توجه على المحل الصح في صناديق اقتراع طالب المحاكمة برافع الحصانات في صناديق اقتراعي الوحيد اللي بتغير هيدا الطبقة خوفهم حتى إذا بقي منهم يشتغل جيد بطريقة أجود له حتى يعود هذا البلد اللي هو بده كتير سوء يعني بصعوبة بالغة يمكن يوقف انهياره لايرجع إعادة البناء تطلب حركة طويلة عريضة وترتبط بوضع الأكلين وسوريا حدنا وإيران إذا علينا والغرب بده مصلحة إسرائيل على ظهرنا وكل هيدا المواطعيات ما بحق لهم توصلنا شكرا إليك الكاتبة الصحفية سناء الجاك على وقتك شكرا انتهت حلقة معشاة المساء لليوم من ملتأى الأسبوع القادم مع تحيات ميشيل الصيفي وجوزاف كريم شكرا موسيقى